مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين ميليشيا الحوثي تستخدم أسلوبا جديدا لتعذيب المعتقلين في سجون إب وفي موقع قناة بلقيس ثروة الأدباء في اليمن على أرصفة شوارع صنع امرأة عمرها 103 أعوام تفوز بسباق المئة متر لكبار السن يعيش الطلاب وطالبات الثانوية العامة النازحون في اليمن حالة لا استقرار نتيجة نزوحهم من مناطقهم إلى مناطق ومحافظات أخرى نتيجة الحرب حيث أثرت سلبا على أدائهم في الامتحانات التي يخوضون غمارها حاليا في ظل ظروف استثنائية صعبة فرضت عليهم يعنون موقع المشاهد نت طلاب الثانوية نازحون يحلمون بالسلام يجمع الطلاب الذين تحدثوا للمشاهد على عدم قدرتهم على التكيف مع وضع النزوح الذي فرضته عليهم الحرب وبات السلام وتطبيع الحياة وعودتهم إلى مدارسهم حلما يراودهم ويفيد الموقع أنه لا يوجد في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أي تنظيم للعملية الامتحانية حيث تسودها الفوضى وانتشار الغش بشكل كبير في المراكز الامتحانية وأمام مدراء المراكز أنفسهم أحمد النونو نائب مدير اللجنة العليا للامتحانات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا يخفي ما حدث من تأثيرات سلبية رافقت العام الدراسي مؤكدا للمشاهد أن الوزارة عند وضع الأسئلة الاختبارية راعت كل الظروف السلبية التي صاحبت العملية التعليمية هذا العام وقال إن هناك ثقافة مغلوطة لدى بعض من أبنائنا الطلاب وهي المطالبة بمزيد من المحذوفات كونها للأسف تؤثر سلبا على مخرجات التربية ومستوى التحصيل العلمي كشفت مصادر مطالعة عن عمليات تعذيب نفسية وجسدية تمارسها ميليشي الحوثي بحق المختطفين في سجونها بمحافظة إب ويعنون موقع الصحوانت عن تخزين سلاح بالقرب منهم أحد أساليب الحوثي لتعذيب المختطفين نفسيا في إب وقالت المصادر إن ميليشي الحوثي تمارس منذ أسابيع عمليات تعذيب نفسية وجسدية لعشرات المختطفين في سجونها بمدينة إب وعضافت المصادر أن الميليشي مكنت أطفالا حديثية السن تتراوح عمارهم بين 14 و 15 عاما استقدمتهم من خارج المحافظة للقيام بالتحقيق مع المختطفين وهم من يتخذون القرارات وفي موضوع متعلق بحياة مختطفين ومدنيين يسكنون في حارات مقتضة بالسكان أفادت مصادر مطلعة بأن الانفجار المدوي الذي سمعه كثير من أهالي مدينة إب يوم أمس الأول كان في مقر الأمن السياسي ويعتقد بأنه ناجم عن خطأ أثناء إعادة التصنيع لمعدات عسكرية يجري إعادة تركيبها وصناعتها من جديد وتحدثت المصادر بأن الانفجار وطبيعة ملابساته يعرض حياة المدنيين والمختطفين للخطر حيث يقع أحد السجون بالقرب من معامل التصنيع التابعة لميليشيا الحوثي في مثل هذه الساعة تحديدا كنت قبل عام معصوب العينين أخضع لتحقيق استمر لنحو خمس ساعات في سجون مدينة تاء الصالح بتاعز الذي أودعت فيه وقد أجبروني على توقيع تعهد بأن أكون مواطنا صالحا وهذه المكاشفة هي أهم شروط المواطن الصالح هكذا بدأ سامي نعمان مقاله الذي يوثق فيه أيام اعتقاله لدى ميليشيا الحوثي وقال سامي في مقال تنشره بالقيس قبيل مغرب الحادي والعشرين من يونيو عام 2018 كان عشرة مسلحين يستقلون طقما حوثيا يقوده شخص يعرف بالقذافي يحاصرون بيتنا في قرية المصاعد بمديرية ماوية أتذكر طفلي معتز ذات تسعة أعوام وهو يوقضني بعدما نمت لتوي بعد طول إجهاد وسهر وصيام خرجت إليهم وأنا ألف المعوز حول نصفي الأسفل ولبست القميص دون أزرار سألت القذافي خير؟ قال ما بل يا أستاذ أبو ماهر المشرف الأمني لتعز قال تجي ضيفنا ساعتين قلت له طيب تفضلوا نفطر ونروح قال إحنا مستعجلين ولو صدق لقال أيضا خائفين وصلت مدينة الصالح حوالي الثامنة مساء وسجلوا بياناتي وأدخلوني الزنزانة الشقة الثالثة والثلاثين في عمارة يشرف عليها المدعو أبو يحيى كانت مغلقة نوافذ بالأحجار ولم يتبق من كل نافذة إلا فتحة أو اثنتان بحجم كف اليد وهذه هي الزنازين التي يطلقون عليها الضغاطة كان هناك نحو ثلاثة وأربعين شخصا منهم ثمانية مجانين والبقية والأغلبية لا يعرفون تهمتهم في الزنزانة المقابلة أظنها الخامسة والثلاثين أبلغني السجناء أنه قبل أيام توفي فيها شخص لقبه القباطي بعدما أضرب عن الطعام وتعرض لمعاملة قاسية بعدما أخرجوه منها فاقد الوعي وكانوا يأخذون جسمه بالإبر بقوة ظن منهم أنه يمثل بمجرد أن تدخل الزنزانة يلتم السجناء حولك ليعرفوا كل شيء كانوا ينتظرون كل جديد يدخل إليهم ليغير القديم المستهلك القائم ولا جديد سوى مختطف جديد يسمعهم قصته يسألونك بكم القلص الشاه خارج عاد بوناس وأسواق والزفلت عاد موجود إلا قد بزوه كتائب حمل بإجابك إلى هنا بحمار في تلك الغرف تفترش البلاط وأحيانا قطع الشوالات التي يجلبون بها الكدم لأن البطانيات والفرش مع غياب التهوئة تكون ممتلئة بالكتن والقمل أمضيت معهم بعض الوقت وفي كل مرة يأتي أحدهم من غرفة مجاورة ليكرر ذات السؤال فأكرر ذات الإجابة والبقية يستمتعون بتكرارها أخذوني لخمس ساعات تحقيق ربما لا أتذكر بالضبط المهم أني عدت للزنزانة وبعد دقائق كان الأذان الأول للفجر تمتلك اليمن القليل من الجسور الصغيرة التي تربط بين مناطق مختلفة لكن الحرب دمرتها ويصعب إعادتها وفقا لموقع سبتمبر نت ميليشيا الحوثي تفجر جسرا في قعطبة بالضالع وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي فجرت جسر عبور في مديرية قعطبة شمالية محافظة الضالع وذكرت مصادر محلية لسبتمبر نت أن ميليشيا الحوثي فجرت جسرا في الخط العام بمنطقة القراعية غربي مديرية قعطبة والذي يربط بين محافظتي الضالع وائب وأضافت المصادر أن الميليشيا قطعت الخط العام في منطقة سليم غربي المديرية ذاتها مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية وكانت ميليشيا الحوثي فجرت خلال شهر رمضان المنصر ثلاثة جسور في طريق موريس وجسرين بمديرية قعطبة أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام انتزع كمية كبيرة أو جديدة من الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري وعنون موقع الحرف ثمانية وعشرين انتزع مائة وخمسة ألغام زرعها الحوثيون خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري وعضح مسام في تقرير له أن فراقه العاملة في اليمن تمكنت من نزع لغمين مضادين للأفراد وسبعة وأربعين لغما مضادا للدبابات وست وخمسين ذخيرة غير متفجرة خلال الأسبوع الثاني من يونيو وذكر التقرير أن إجمال ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ أكثر من اثنين وسبعين ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في اليمن ويبين التقرير أن ميليشيا الحوثي تعمدت زرعها في الأراضي والمدارس والبيوت وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة وتشير تقارير حكومية إلى أن الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون في اليمن تسببت بمقتل ألفين شخص بينهم أطفال ونساء خلال أربع سنوات كثير من الأدباء والمثقفين اليمنيين أجبرتهم الظروف المعيشية الناتجة عن أربع سنوات من الحرب وانقطاع المرتبات إلى بيع كتبهم مجزئة كما هو الحال مع جميل بفرح نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب بصنعاء الذي يعود إلى مكتبته المنزلية كلما ضاق به الحال وأغلقت أمامه الأبواب ليأخذ منها مجموعة من الكتب ويعرضها على أصحاب البسطات بشارع التحرير بصنعاء ويعنون موقع قناة بلقيس ثروة أدباء اليمن على أرصفة الشوارع يقول الموقع إن مفرح يشعر بالحسرة على الكتب والمجلدات الثقافية والمرجعية التي لا تقدر عنده بثمن ودفعته الحاجة إلى بيعها بالرخيص كلما نظر إليها وهي معروضة على أرصفة شارع التحرير ويقول مفرح لبلقيس إن بيع كتب لها مكانة كبيرة بقلوب مقتنيها من الأدباء والمثقفين بثمن زهيد شيء مؤلم جدا يعبر عن الحالة التي وصلت لها الأوضاع في البلاد وأحوال الناس الذين يتجرعون مرارة الفقر والإفلاس ويضيفه إن لدى بائعية الأرصفة والبسطات الكثير من الكتب التي اضطر أصحابها لبيعها والبعض منها ما تزال ممهورة بالإهداء وتوقيع المؤلف أو مقطوعة منها هذه الصفحات هل آن الأوان لحركة إنقاذ يمنية يتساءل الكاتب الروائي اليمني علي المقري في مقال تنشره بالقيس ويطرح مقترحا للخروج من الحرب ويقول لا أظن أن الكثيرين بحاجة إلى توصيف الحال في اليمن فالكل يعرف ما وصلت إليه البلاد من تمزق وانقسامات ليس على المستوى المناطقي الجهوي ولا على المستوى المذهبي الطائفي فحسب وإنما أيضا على المستوى الفردي والنفسي وما يلاحظ أن كل أطراف النزاع في اليمن إذا حق لنا وصفهم هكذا تحولوا إلى الاشتغال ضمن كارثة الحرب الحالية وكأنها جزء من عادة لا فكاك منها لهذا هناك سؤال يلح بشدة أمام هذا التشغي والانقسام وهو ألم يأتي الوقت لينتبه الجميع ويعملون على إنقاذ اليمن إنقاذهم لأنفسهم كيمنيين أو كمشتغلين في السياسة ويطمحون لتحقيق المزيد فيها ومنها بل أقول إن السؤال يتاسع أكثر ويصير ملحا لدى كل الأطراف الإقليمية التي لها دور فاعل في اليمن وبشكل الرئيس السعودية والإمارات وقطر وإيران فإن الأوان لهذه البلدان أيضا أن تنقذ نفسها في اليمن آن لها أن تعيد الاعتبار لصورها السابقة لدى الشعب اليمني الذي كان يجلها ويقدرها حق تقدير آن لها أن ترمم صورها مراعاة لمصالحها الآن وفي المستقبل ولأمنها أيضا بعد أن تمزقت هذه الصور في ذاكرة معظم أهل اليمن حيث صاروا منقسمين في الموالاة بين هذه الدول إلى حد العداء لأي دولة مخالفة للدولة الداعمة لهم هكذا آمل من القادة السياسيين والعسكريين اليمنيين أن يعملوا لتشكيل حركة إنقاذ يمنية تضم كل الأطراف من أجل استعادة الدولة أولا استعادة اليمن وتحت أي ظرف ومن ثم الترتيب لمرحلة انتقالية جديدة يتم في نهايتها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوموند برنامج الأغذية العالمي في اليمن يقوم بتعليق المساعدات جزئيا وقالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس كان التهديد يحوم لعدة أسابيع حيث أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 20 يونيو عن تعليق جزئي للمساعدات الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة السلطات المتمركزة في صنع مشيرا إلى خطر تحويل هذه المساعدات وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إن القرار اتخذ كحل أخير بعد مفاوضات مطولة بشأن اتفاق لإدخال ضوابط لمنع تحميل أو تحويل مسار الأغذية بعيدا عن الفئات الأشد احتياجا ويضيف نزاهة عملياتنا مهددة وتم تقييد مسؤوليتنا تجاه من نساعدهم كما أكدت منظمة الأمم المتحدة أن هذا التعليق سيؤثر على 850 ألف شخص كما أنه ينبغي الحفاظ على برنامج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل وأمهات الأطفال حديثي الولادة يقول برنامج الأغذية العالمي إنه سعى للحصول على دعم من سلطات صنعاء لإنشاء نظام تسجيل بيومتري يمنع الاختلاس ويحمل أسر اليمنية التي يخدمها لكنه يشرح بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق قال ديفيد بيسلي عندما نواجه تحديات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة نستفيد من تعاون كاف لحل هذه المشاكل قال مركز دولي معني بمتابعة النزوح إن عدد اللاجئين اليمنيين في أوروبا لا يكاد يذكر مع أن أزمة النزوح الداخلي متصاعدة وعنونا موقع في تقرير خاص لا يوجد نزوح يمني إلى أوروبا وقال مركز مراقبة النزوح الداخلي في تقرير جديد لا يوجد نزحون يمنيون في أوروبا كان هذا هو الجواب الأكثر شيوعاً الذي تلقينا عندما بدأ البحث عن اللاجئين اليمنيين لإجراء المقابلات معهم في برلين بالمقارنة مع السوريين والعراقيين والأفغان فإن عدد اليمنيين في أوروبا لا يكاد يذكر وبحسب المركز فإن البيانات الرسمية الحكومية تدعم هذا الادعاء وبوابة المفوضية أو بوابة المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تدرج اليمن بين الدول العشر المتصدرة لمعظم اللاجئين الذين يحاولون الغصول إلى أوروبا رغم أنه تم ترسيخها بعنات كأزمة نزوح داخلي كبيرة كل عام منذ اندلاع الصراع في عام 2015 وقال المركز إنه بصعوبة تمكن من الحصول على لاجئين في ألمانيا واليونان للتحدث إلى المركز وتحدثوا عن تجارب فضيعة عن اختفاء أحلامهم من النزوح الداخلي إلى اللجو ويملغ عدد اللاجئين داخل البلاد أكثر من 2 مليون وأربعمائة ألف يمني فيما يقدر عدد اللاجئين في الخارج بمئات الآلاف ويتركزون في دول الشرق الأوسط وشرق آسيا وتركيا الدكتاتورية ومواجهتها تحت هذا العنوان كتب بيار عقيقي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد يقال دوما إن بعض الشعوب لا تستحق حرية أو لا تستحق أنظمة ديمقراطية لا بل يقال إن النظام الدكتاتوري هو أفضل لها حسنا لنعتبر أن الدكتاتورية هي الحل وماذا بعد؟ بما أن الحتمية الأساسية في الحياة أن الزمن لا يتوقف عن صره متحركة فكيف نضمن استمرارية الدكتاتورية فترة طويلة أو إلى الأبد في بعض المفاهيم من دون أن نضمن انفجاراً مجتمعياً ما بوجهها يؤدي حكماً إلى تغييرات عنيفة في تركيبة سلطة أو دولة من دون توقع نتائجها التي قد تكون كارثية أو ناجحة يؤدي ذلك كله إلى حتمية موازية لحتمية الزمن لا شيء يبقى على حاله كل شيء معرض للتغيير ولولا التغيير لما وصلت البشرية إلى هذه النقطة من تاريخها من الطبيعي وفقاً لهذه الحتمية أن الدكتاتورية بمفهومها الأحادي ستزول في يوم ما أيضاً لا يمكن السماح بتسليم أوطان أو إدارتها من أشخاص يدعون حرصهم على الحريات والمواطنة وحقوق الإنسان وهم في الواقع عنصريون مستترون أو طائفيون أو أتباع المذاهب الدكتاتورية في السلوكين الفردي والجماعي أمثال هؤلاء يصبحون طغاة فنعود مجدداً إلى الدائرة الأولى وكأن شيئاً لم يكن لا يمكن السماح لمؤيدي فكرة الدكتاتورية في العالم العربي بالاستمرار في تسويق طروحاتهم فهم يريدون حكماً تيموماً هيكلية مبنية على الفساد وسوء استخدام السلطة والقمع هؤلاء كأنهم شركاء لديكتاتوري أوروبا في القرون الوسطى والسقوطهم حتمين مشكلتنا أساساً في العالم العربي نابعة من فكرة أن القائد هو صاحب السلطة المطلقة وهو أمر موروث حتى في أماكن العمل والدراسة والقطاع العام وكل تفاصيل الحياة هذا ما يجب أن يسقط تحتاج هذه الهالة إلى هزة لأن قيمة البشر أجمعين أكبر بكثير من الخضوع لنظام يقمعهم أو سلوك فدي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي كان مستعداً وبجاهزية كاملة لضرب إيران لكنه غير رأيه قبل عشر دقائق من الضربات المخططة لها وتعنون شبكة البي بي سي البريطانية ترامب يتراجع في لحظة التنفيذ عن ضربات عسكرية وافق عليها ضد إيران وكان الرئيس الأمريكي قد أقر خططاً لتنفيذ هجمات على ثلاثة مواقع رداً على إسقاط إيران لطائرة أمريكية من دون طيار وقال ترامب أنه ألغى الضربات عندما قيل له أن 150 شخصاً سيذهبون ضحايا لتلك الضربات وقال أوقفت الغارة قبل عشر دقائق من موعد تنفيذها لأن الرد لا يتناسب مع إسقاط طائرة من دون طيار وقال ترامب لست على عجلة من أمري جيشنا أعيد بنائه حديثاً إنه جديد وعلى أهبة الاستعداد وهو الأفضل في العالم دون منازع مسؤول في إدارة ترامب قال إن إعداد العملية كان يسير بشكل جيد حيث أقلعت الطائرات واتخذت البوارج الحربية مواقعها عندما قرر ترامب إلغاءها قبل إطلاق أي قذيفة في خطوة غريبة حققت معمرة أمريكية ذهبية سباق المئة متر المعمرة التي تجاوزت المئة عام كشفت عن بعض أسرار نجاحها ويعانون موقع دي دابليو الألماني معمرة عمرها 103 أعوام تفوز بذهبية سباق مئة متر وقال الموقع إنه من المعروف أن قدرات الإنسان البدنية وأيضاً الذهنية تتقلص مع تقدمه في العمر حيث يصعب عليه القيام بأشياء تعود على إنجازها بسهولة معمرة أمريكية تجاوز سنها المئة عام كسرت القاعدة السائدة وأكدت أن العمر ليس فقط مجرد رقم بل أن الطاقات الإنسان لا حدود لها متى تمتع هذا الأخير بالإرادة والعزيمة ذكر موقع سي بي اس نيوز أن العداءة الأمريكية جوليا هوكينز والملقبة بالإعصار عززت لقبها كأكبر امرأة في المنافسة على مضمار أمريكي وذلك عقب فوزها بذهبيتي مسافة خمسين متراً ومئة متر في دور الألعاب الوطنية في نيو مكسيكو نصر بلا حرب تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومن دوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم ما قاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفاً وضع الرئيس ريتشارد نيكسون عصارة تجربته الطويلة في كتاب نصر بلا حرب الذي يقول في خلاصته أن بإمكان الولايات المتحدة أن تحقق انتصارات سياسية استراتيجية دون أن ترسل جندياً إلى خارج أراضيها لخوض معارك عسكرية بعيدة عن أرض الوطن السؤال كيف يمكن تحقيق ذلك؟ جوابه باعتماد وسيلتين الأولى تشويه سمعة البلد المستهدف وتعبئة الرأي العام الأمريكي والدولي ضده وتهييج الوسط الشعبي داخله بما يهز قوته وسيطرته السياسية والإدارية في الداخل وصورته في الخارج الثانية حجد أكبر قدر ممكن من الجيوش والأساطيل الأمريكية والاستعداد للحرب بحيث يدخل في عقل البلد المقصود أن الحرب واقعة لا محالة وأن النصر على الولايات المتحدة بكل إمكانياتها العسكرية والاقتصادية والتقنية أمر مستحيل ماذا يفعل الرئيس الجمهوري اليوم دونالد ترامب؟ إنه يخوض معارك واسعة في شتى بقاع الأرض يستعمل قوة متحركة متعددة الرؤوس والأسلحة إعلامية وعسكرية وتجارية ونفسية من فنزولا إلى إيران والصين والهند وأوروبا والمكسيك وكندا وتركيا وروسيا الحالة الإيرانية لها خصوصية في تشخيص التعقيدات والأعراض في العلاقات المركبة مع الولايات المتحدة منذ الثورة الإيرانية لم تتوقف المواجهة بين البلدين لكنها بعد وصول ترامب إلى سدة البيت الأبيض أخذت منحا لا تهدأ سخونته انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست مع إيران ورفعت وتيرة العقوبات الشاملة ضدها إلى حد أربك وتيرة الحياة بكل نواحيها في دولة الملالي في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع بعض الصور المتنوعة من مختلف أنحاء العالم والتي توثق عددا من الأحداث الهامة نستعرضها من صحيفة الغارديان البريطانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أخبار وصور ورسوم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء